مين ليه الحق في اكتساب وضوية اتحاد الشريقي؟ ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو مين ليه الحق في اكتساب العضوية كل من يملك وحدة في العقار تمام تمام وخدي بالك بقى العقار ده ممكن ما يبقى دلوقتي احنا عندنا صور كتيرة طلعت زي الكمباون ده الكمباون ده انت النهاردة وحدات صح جوه كل من له حق او مالك لوحدة كل من حائز لوحدة تمام كل من له حق انتفاع لان انت عارف حق الملكية انقسم الى حق رقبة وحق انتفاع يعني انا ممكن اجي اعمل ايه انا مالك الفيلا دي او الوحدة دي وبيعلك انت حق الانتفاع مش بقجرلك بيعلك حق الانتفاع لا ازاي بقى احنا عندنا حق الانتفاع يختلف عن حق الاجارة تمام تمام حق الانتفاع ده حق انا بدهولك مقابل مبلغ تنتفع بيه طول حياتك وما تدفعش طول كل شهر تمام ده حق من جزء الملكية تنقسم لحق رقبة حق ملكية وحق انتفاع حق الانتفاع ده انا اقدر ابيعلك حق الانتفاع يعني دي دايما بنليها ايه الظهرة في ايه الاب او الام اللي ما عندهاش ولاد ولاد ذكور وعندها بنات وعايزة تعمل ايه تروح عايزة عشان محدش يورسها بعد كده بتشوف المنظر ده وانا مش معاي يعني 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 عشان الميراس ده احكم الله يعني مفيش تحيول عليها الله اعلم انا مش عايز ادخل في حتة الشرعية فتعمل ايه تقول لي ايه انا مش عايزة بناتي يحد يشاركهم في المراس طيب اعمل ايه ابيع لهم حق الرقبة واحتفظ انا بحق الانتفاع لان انا خايفة لو اديتهم الملكية كاملة يطلعوني واحدة يتجوزها واحد يضحك عليها يقول لها طلعي والدتك وبنشوف الكلام ده فعلا بيحسن تمام فتعمل ايه بقى تحتفظ بحق الانتفاع وتبيع الرقبة يعني هي البنت او الشخص مالك تمام والام او واحد غريب لها حق الانتفاع يفتري عن حق الاجار ايه احنا حق الاجار بندفع اجرى شهرية مقابل الانتفاع حق الانتفاع انتفاعش فيه اجرى شهرية انت بتدفع مبلغ بنقول انا بشير منك حق الانتفاع طول حياتي لمدة طول حياتي بمليون جنيه مثلا خلاص انت بتدفعش في الاجار انت لازم تدفع في الاجار تبقى للقوانين الجديدة لازم تحدد المدة ما ينفعش تكتب طول مدى حياتك اه لكن في حق الانتفاع تنين فع تكتب عادي اه حق الانتفاع غير حق الاجار فهو اذا كل من هو صاحب حق انتفاع يقدر هو يبقى عضو في الجامعية والمستاجر زي ما قلنا والحائس ودول هم اعضاء الجامعية للموباية طيب